أكد وزير الخارجية سامح شكري أن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين بالمنطقة ستشمل بكل تأكيد بحث الأوضاع الحالية في قطاع غزة وأضاف شكري أنه من المتوقع أن تسهم الولايات المتحدة في خفض حتى التوتر في المنطقة لاحتواء الموقف وتدعيته جولة الوزير الأمريكي في المنطقة بالتأكيد هي مرتبطة بالتطور الحادث في قطاع غزة نتصور أنه بالضرورة أن يكون الهدف هو بتخفيض التوتر وهذا هو ما دائما تسعى لدول خاصة الدول التي تقع عليها مسؤولية في إطار عدويتها في مجلس الأمن ودولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تكون دائما بتسعى إلى احتواء الأزمات وتخفيض تصعيد في وطيرة الصراع العسكري واستعادة الاستقرار إلى منطقة وليس في تعزيز مزيد من العمال العسكرية التي تؤدي إلى ما نشهده الآن من ضحايا مدنيين بشكل لا يتصق مع اعتبراء القانون الدولي الإنساني أو المبادئ الحفاظ وحماية حقوق الإنسان فهذا ما نتوقعه